عايزة روح بقى مع حضراتكو حديث الثاعة حديث الثاعة اللي ناس كتيرة جدا علاقت عنه وناس كتيرة جدا قالت لك هل انت معه ولا ضد انا مبارح كلمت سريعا على هذا الموضوع لان كان لسه كريستيانو موصلش يعني كان لسه الموضوع في بدايته لسه الراجل كان في الطيارة طبعا انتقال كريستيانو رينالدو ليه نادي النصر كان فيه مبارح بقى الحفل انا قلت لحضراتكو هو هيوصل مع عيلته وبعد ما يوصل مع عيلته حيبدأ الحفل ان هو بقى مرسم الحفل يعني ودي طبعا لحضراتكو شايفين لحضرات الوصول بتاعته طيب بالنسبة بس هنا بعض النقاط اللي عايزة تكلم مع حضراتكو فيها طبعا كان مشهد الاول لو هنتكلم او هنعلق عن مشهد احنا شايفينها هو وصل مع عيلته وما كانش فيه استقبال يعني جماهيري في المطار ده بناء طبعا على رغبة نادي او توجيهات نادي النصر بعد كده راح كريستيانو رونالدو بالليل وكان فيه احتفال كبير جدا بيه هو وعائلته وطبعا الصفقة دي برضو خليقوا لحضراتكو هتمتد ليه صيف عشرين خمسة وعشرين كان في استقباله طبعا رئيس النادي واعضاء مجلس الادارة كانت اجواء احتفالية جميلة للي تابعها يعني اول ما تابعهاش يقدر برضو من خلال اللقطات اللي احنا بنعرض هيشوفها كان فيه ميوزيك اللي هي على انغام انت او العالمي طبعا ده اللقب المفضل لجماهير النصر كونه اول نادي اسياوي يعني يشارك بكاس العالم للاندي عام 2000 زي ما حضرتكو اكيد عارفين وهو دخل مفروض كريستيانو رونالدو لأرض ملعب مرسول بارك كان لابس يعني زي نادي النصر وكان فيه بقى هناك البراعم موجودين لنادي النصر اثناء الاحتفال كان فيه العطات حلوة ودخلت بعد كده زوجته او شاركته بأولاده كانوا لابسين برضو التيشرت بتاعة نادي النصر اشتركوا في القناة